السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير وصحة النهاردة بقى جايبا لكم 3 طرق احلى من بعض تشويها البطاطا وخصوصا البطاطا الكبيرة اللي بنشوفها على عربيات البطاطا المشوية طبعا دي بيكون حجمها كبير و بتكون احسن بطاطا في الشوي و بيكون طعمها طحفة جدا هقولك ازاي النهاردة تشويها في البيت وتطلع معاكي نعمة و مكرملة و دايبة و السكر بتاعها منها فيها من غير سلق و كمان من غير فرن و لو عملتيها في الفرن هقولك ازاي توفري في الغاز او في الكهرباء و انت بتعمليها في الفرن و نبدأ مع بعض بسم الله و نصلي عن نبي بس قبل ما ابدأ اتمنى ان انتو ما تنسونيش في اللايك اول طريقة عندي عندي زاي ما انتو شايفين كده بطاطاية كبيرة وزنها 2 كيلو الا 40 جرام يعني وزنها كبير جدا و دي طبعا صعب انها تتشوي بسهولة وتستوي من جواها هقولك بقى دلوقتي ازاي تخلي البطاطاية بتاعتك مهما كان حجمها كبير تستوي وتبقى دايبة من جواها دوب و شربة كده من سكرها بعكس طبعا طريقة السلق اللي بتخلي البطاطا ملهاش اي طعم واول حاجة هنعملها طبعا ان احنا لازم نغسل البطاطا كويس جدا وهي بشرها كده زي ما هي هنجيب الليفة اللي احنا بنغسل بيها الخضار او الفرشة و هنغسل البطاطا كويس جدا و هنجيب بقى الكيس الحراري اللي احنا بنعمل فيه اللحمة و الفراخ اه هو طبعا اه موجود و متوفر الحمد لله اه في محلات كتير و كمان في السوبر ماركت و سعره مش غالي اه التلاتة مع بعض كنت جايباهم بتمانية جنيه و من فترة يعني قريبة من اسبوع تقريبا فمش من زمان يعني و موجود منه كمان مقاسات اه هتحطي البطاطا اللي عندك طبعا هتخطري المقاس اللي يناسب حجم الحاجة اللي عندك هتحطي البطاطا جوه الكيس و هتبرومي كده الكيس تحت البطاطا وهتحطيها في صانية علشان اي حاجة تنزل اه تنزل في الصانية طبعا ما تنزلش على الفرن اه وهنعمل في الكيس فتحات كده فتحتين تلاتة علشان اي بخار زيد يطلع معانا من الكيس والكيس لقدر الله ما ينفجرش بسبب البخار آآ وهنلاحظ بقى منين ان البطاطايا استاوت آآ هنلاحظ كده ان السكر بتاع البطاطايا بدأ يتكرمل جوه الكيس آآ طبعا ده هيدينا طعم تحف جدا وهتحطي ايديك على البطاطا من فوق هتلاحظي ان البطاطا استاوت آآ وهتاخد طبعا من نص ساعة او على حسب بقى الفرن بتاعك هتحطيها على درجة حرارة 200 ولو الفرن عندك مش مدرج الحرارة هتقدر يتحطيه في درجة حرارة متوسطة لحد عالية شوية آآ لحد ما تلاحظي ان هي استاوت هتطلعيها من الكيس الحراري وهتقطعيها شرايح وهتقدميها لعيلتك بالليل بقى كده هتعمل جو اسري من الدفع جميل هيكون عملتي صنف حلو آآ موفر واقتصادي وفي نفس الوقت طعمه لذيذ جدا وتعتبر كمان ان هي وجبة عشا هتكون يوفرتي في الغاز آآ لو انت بتعمليها على فرن غاز او في الكهرباء لو بتعمليها كهرباء لان الكيس الحراري بسبب انه بيحبس البخار جوه آآ جواه وبيسوي الحاجة من قلبها بيوفر لك تقريبا نص الوقت اللي هتستخدميه في التسوية العادية فهيكون معيك موفر جدا وفي نفس الوقت كمان الكيس الحراري ده انا استخدمته مرتين آآ بنفس الطريقة حطيت فيه بطاطايا برضو حجمها كبير وطلعت معايا حلوة جدا ولو حبيتي بقى تعملي تكاية كده ظريفة آآ هتطلعي البطاطايا من الكيس قبل ما قطعيها وتحطيها تحت الشوية لمدة دقايق لحد ما القشر بتاعها يبدأ يتحرق زي البطاطا المشوية اللي بيجي بيها من على عربيات هتديكي برضو آآ طعم وريحة حلوين قوي اما بقى بالنسبة للطريقة التانية فدي مش هستخدم فيها فرن خالص وهعملها في سبع دقايق بس آآ هتشوفي معايا زي هي طريقة بسيطة في ناس بتستسعب الفرن او بيكون عندها الفرن في مشكلة تقدر جدا ان هي تستخدم الطريقة دي وهتديها طعم حلوة قوي آآ هنجيب البطاطايا اللي عندنا اللي هي برضو كبيرة هنخسلها كويس جدا هنبدأ نقطعها حلقات كل حلقة سمكها تقريبا زي عقلة الصباع هنجيب بقى اي طاصة او صنية عندنا او اي حل حتى آآ هنحط فيها حوالي ربع كباية من السكر آآ وهنرفعها على النار متوسطة اول ما السكر معنا يكون لونه دهبي مش بني بلاش نوصله للون البني علشان لسه البطاطا هتتقلب معنا في السكر فمش عايزينه يغمق اكتر فيمرر آآ هنبدأ ان احنا نقلب البطاطا على الوشين وهنا طبعا في حاجة لو حابين ان انتوا تحطوا آآ مكعب كده من الزبدة هتدي لون تحفة جدا وريحة وطعم حلوين جدا للبطاطا بعد ما كل حلقة اخدت لون على الوشين آآ هنضيف ربع كباية من المية او فنجان صغير من المية آآ وعليهم اختياري طبعا رشة خفيفة جدا من الفانيليا آآ هتدي ريحة وطعم حلوين وفي نفس الوقت ممكن كمان تحطوا بدلها عود ارفة او اي مطيبات تانية انتوا بتحبو آآ طعمها او رحتها وهنسيب البطاطا على النار متوسطة وهنغطيها لحد تقريبا ما تاخد وقت السوا بتاعها واللي هو حوالي سبع دقايق آآ آآ هتلاحظوا بعدها ان البطاطا بقت عاملة معاكم زي الكريمة ولو كشفتوا الغطا لقيتوا البطاطا استوت ولسه في شوية مية خلوا البطاطا على النار لمدة دقيقة لحد ما المية اللي فيها تنشف تماما ويا سلام بقى لو سبتوا البطاطا من تحت تاخد كده لسعة هيكون طعمها زريف جدا وندخل على الطريقة الثالثة عندي بطاطايتين بحجم آآ متوسط مش كبيرة اوي زي البطاطا الاولانية آآ غسلتها كويس جدا وعملت فيها آآ شقوق كده بالسكينة علشان عايزة ادخل فيها الطعم آآ وبعد ما شقيت البطاطا او عملت فيها شقوق بالسكينة جبت الكيس الحراري ودخلت فيه البطاطا اللي عندي وجبت عود ارفة خشب وده بيكون اختياري وجبت معلقتين من السكر حطيتهم مع عود الارفة آآ جوة الكيس الحراري آآ هيدينا بقى الطعم والريحة علشان كده عملت شقوق في البطاطا علشان تتشرب من طعم وريحة الارفة ولو عندكم ارفة بودر تقدروا برضو تحطوا الارفة البودر هتدي طعم وريحة حلوين اوي وبنفس الطريقة الكيس آآ في صانية وهتعملوا فيه فتحات وهتسيبوا البطاطا لحد ما تستوي آآ البطاطين دول علشان اصغر شوية فاخدوا مني نص ساعة تقريبا وعلى حسب الفرن اللي عندكم شايفين ازاي بقى ما شاء الله طالع معايا من غير حتى مفتح الكيس اللون واضح والبخار كده طالع والسخنية طالع منها فعلا تتاكل اكل تحفة 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 اتمنى فعلا ان انتم تجربوها ولا ريحة الارفة والسكر المكرمل حاجة كده من الاخر كمان بقى فتحت الكيس وقربت الرف بتاع الفرن من الشواية ودخلت صنية البطاطا تاخد لون بقى القشر كده تحروق وبقى جميل جدا آآ فعلا نفسي ان انتم تجربو آآ الطريقة دي هتلاقوها لذيذة جدا معاك وباخد كمان من طعم وريحة الارفة وكمان كده حاجة آآ حلوة وسحية واقتصادية في نفس الوقت ولو مش حابين تحطوا سكر استبعدوا السكر تماما هي السكر بتاعها هيكون منها فيها وهينزل في الكيس وهيكرمل وهيبقى برضو حلوة جدا زي اول طريقة عملناها وبتمنى من ربنا آآ ان الحلقة فعلا تعجبكم ويكون فيها افادة ديكم بشكركم جدا لحسن متبعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته